بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حساب مشتقة الدواء المثلثية والمركبة رقم واحد أنصح به السنة الثالثة ثانية والسنة الثانية لكل من شعبات العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبات سير حيث قال أحسب F فتحة لـ X في كل حالة عندنا ألف F لـ X أعطيت لنا تسوينا سنس واحد ناقص X مربع وعندنا المجال الذي أعطي لناه اللي هو R يعني من ناقص مدنية إلى زائد مدنية قال F لـ X تسوينا كوس P على اثنان X وعندنا مجموعة التعريف اللي هو أعطي لنا في المجال اللي هو E يسوينا R يعني كل الأعداد الحقيقة مع عدد سفرة عندنا G F لـ X تسوينا كوس مكعب X ومجموعة مجال أعطي لنا R دال أعطي لنا F لـ T هنا يعني تبديل المتغير أعطي لنا T ليس دائما نسمي X تسوينا طنجونت مكعب T مع مجال هو E يسوينا من صفر إلى P على اثنان مفتوح إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق بالمثال الأول هو ألف F لـ X تسوينا سينيس 1 ناقص X مربع والمجال أعطي لنا R إذن نكتب هنا حساب من F فتح لـ X ركزوا هنا أرجوكم يعني هنا الأمور متعلقة بأمور الدوال المثلثية والمركبة هنا يا أبناء لو نلاحظ جيدا يوجد لنا دالتين ها هي الدالة السينيس وعندنا هذه 1 ناقص X مربع واحدة في بطن الأخرى من؟ 1 ناقص X مربع هذه في بطن السينيس معنى هنا يوجد لنا مركب دالتين معنى هذه الدالة F يا أبناء هذه الدالة F لو نلاحظ جيدا F هذه إنها مركب من V دائرة E حيث هذه E تكون في بطن ال V حيث هنا ال E ما هي؟ عبارتها E لـ X تسوينا من؟ تسوينا هذه القيمة ركزوا جيدا وهي واحد ناقص X مربع والV وهي V لـ X تسوينا هذه تسمى البنت وهذه التي بالخارج تسمى الأم وهي سينيس ركزوا جيدا قلت سينيس X هكذا ننتبه جيدا الآن ما هو مشتق الدالة المركبة إذا كانت عندنا V دائرة E لمن؟ لـ X هكذا المشتق ركزوا ماذا تقول وحفظوها أمرها جد بسيط تقول مشتق البنت مشتق هذه التي بالداخل اسمعوا جيدا ما نصبح هنا E فتحة لـ X في ماذا؟ في مشتق الأم وهي V لكن في بطنها تبقى كلمة الـ X اسمعوا جيدا الفكرة فقط في المشتق هنا رمز المشتقة إذا ماذا تقول مشتق الدالة المركبة؟ اسمعوا مشتق هذه البنت في مشتق هذه الأم لكن البنت تبقى دائما في بطن أمها اسمعوا جيدا ما معنى؟ ما نصبح لنا هكذا F فتحة لـ X تساوي مشتق البنت لها مشتق هذه القيمة ما هو؟ أكيد هو ناقص 2X يقول أحدكم لم أفهم لأن مشتق الواحد هو 0 ومشتق ناقص 2X مربع ما هو؟ هو ناقص 2X هذه إذن مشتق البنت في مشتق ماذا الأم؟ ما هو مشتق السيونيس؟ هنا عندكم الدائل المثل الذي يحفظوا هذا المخطر مشتق السيونيس لاحظوا ها هو الاشتقاق يعني مشتق مشتق السيونيس ما هو؟ هو الكوس إذن فتصبح لنا ماذا؟ في كوس واحد ناقص X مربع أعيد حتى تفهموا الفكرة إذن مشتق الدالة المركبة هو مشتق هذه البنت التي تكون داخل أقواص هنا إذن لهي ماذا؟ هي ناقص 2X في مشتق الأم اللي هي السيونيس مشتق السيونيس هنا ها هو أمامكم مشتقه هو الكوسيونيس والعبارة واحد ناقص X هنا بالداخل تبقى هي هي فتصبح لنا العبارة المشتقة اللي هي F فتحة لX يسوينا ناقص 2X في كوس واحد ناقص كوس مربع فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي كذلك إلى مثال آخر حتى الثمران وأبنائي إذن تصبح لنا F فتحة لمن؟ لX يسويه هنا كذلك عندنا مركب لدلتين ها هي الدلة الأم اللي هي V وها هي يعني V لX حتى نفهم جيدا وها هي الدلة اللي هي E لاحظوا جيدا فتصبح لنا هكذا ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إذن تصبح لنا هكذا F فتحة لX تسويه مشتق هذه البنت قلنا مشتق الذي يكون بالداخل لو نأتي إلى P على 2X مشتق هذه الدلة التناظرية ماذا تقول قاعدة؟ مشتق عندنا E على V في الحالة العامة يسوي لنا مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذا قانون يحفظ لا جدالة فيه إذن ما هو مشتق البسط مشتق P بعد ثابت يعني لما نشتق لا تقول هو P هو صفر مشتق البسط في المقام لهو 2X ناقص مشتق المقام ما هو مشتق 2X هو 2 في ماذا؟ في البسط على المقام مربع على هذا مربع لهو كم يصبح؟ تصبح لنا 4X مربع حتى نفهم جيدا هذا يذهب إلى الصفر لماذا؟ هذا ذهب إلى الصفر لأنه 2 في 2X إذن فهذا الجزء يذهب مباشرة نركز وماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا تساوي ما هي؟ الآن تصبح لنا ناقص 2P على ماذا؟ على 4X مربع يمكن أن نختزل من هنا 2 ومن هنا 2 تصبح لنا ناقص P على ماذا؟ على 2X مربع هذه هي مشتق البنت تصبح لنا ناقص P على 2X مربع اسمعوا وأرجوكم وانتبهوا إذن قلت مشتق البنت في مشتق الأم ما هو مشتق الكوس؟ ها هو الكوس اشتقوا إنه ناقص سينس تصبح لنا في ناقص سينس هنا دائما تبقى البنت في بطن أمها دائما تصبح لنا هنا P على ماذا؟ على 2X هكذا ثم الآن ما علينا أبنائي إلا إكمال النشر بطريقة سليمة فتصبح لنا F فتحة لX تساوي لنا ناقص هذا في هذا النقص ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائل لأنه في سبحانا P على 2X مربع في سينس عفوا قلت في سينس من P على 2X مع مجال التعريف لهو دائما قال آرنج ما نسبة إلا أنه هذه لا يجب أن تساوي الصفر إذن ما هو مشتق هذه الدلة المركبة؟ إذن قلت أعيد مشتق البنت اللي هو P على 2X ها هو مشتقه قد عسب ها هو أمامكم لاحظوا جيدا عندنا ها هو اللي هو ناقص P على 2X مربع بعد عملت الاختزان في مشتق الأم مشتق الكوس ها هو الكوس لما ندور ها هو ناقص سينس ها هو في ناقص سينس في الأم بنت هذه تبقى دائما في بطن أمها دائما لا تتحرك معدى عندنا هذا ناقص وهذا ناقص أصبحت لنا زائد فقط أبنائي ناتي بعدها أبنائي إلى النثال الثالث لاحظوا جيدا جيم قال F لX تساوينا كوس مكعب X حيث عندنا مجال تعريف يساوينا R إذن هنا كذلك نقول كذلك F ركزوا جيدا F فتحة لX تساوي يا أبنائي هنا انتبهوا عندنا قاعدة ماذا تقول إذا كانت عندنا دالة قوة N يقول أحدكم من هي هذه الدالة قوة N اللي هي كوس مكعب X هذه في الأصل تساوي ككتابة جديدة لها هي كوس X الكل مكعب يعني هذا له الحق أن يصبح كليا هذه الكتابة الحقيقية لهذه هذه كوس مكعب X هي نفسها كوس X الكل مكعب عندنا قاعدة F قوة N مشتقتها تساوي اسمعوا هذا ينزل تصبح لنا N في مشتق هذه التي بالداخل اللي هي من؟ اللي هي F فتحة في F فقوة N ناقص واحد اسمعوا أرجوكم حتى تعلموا اسمعوا عندنا في هذا المثال ها هو الآن تعالوا نشتق هذا قلنا ماذا يحدث له؟ ينزل تصبح لنا ثلاثة في مشتق هذه التي بالداخل هذه لأنها هي F قوة ماذا؟ قوة N ها هو الآن الآن هو كم؟ ثلاثة إذن ما هو مشتق الكوس؟ كوس هو ناقص سينيس إذن هنا في ناقص سينيس إكس هكذا هذه إذن مشتق إذن An ها هو نزل في مشتق هذه مشتق الكوس هو ناقص سينيس في العبارة اللي هي هذه كليا ننقص لها درجة بعدما كانت An ناقص واحد معناه هنا أصبحت لنا كانت عندنا الثلاثة مدى صبح في العبارة أعيد كتاباتها اللي هي نفسها نقولها هي اللي هي كوس إكس بعدما كانت قوة ثلاثة تصبح لنا مربع هكذا تقول قائدة فتصبح لنا هكذا لاحظوا جيدا وانتبهوا معي تصبح F فتحة لإكس تساوي هذا في هذا تصبح لنا ناقص ثلاثة في سينيس إكس في كوس مربع إكس لأن هذا له الحق أن ينزل إلى هنا ليس إلى هنا إنما له الحق أن ينزل إلى هنا فتقرأ لنا كوس مربع إكس هذه هي المشتقة إذن أعيد لما تكون عندنا عبارة مثل هذه إذن كوس قلنا إذ مكعب إكس هذه مشتقتها ما هي قلنا هي هذا ينزل يصبح لنا ثلاثة في مشتق هذا مشتق الكوس قلنا هو ناقص سينيس إكس بعدما كانت قوة في العبارة تبقى كما هي وهي الكوس بعدما كانت قوة ثلاثة نقص لها درجة تصبح لنا قوة إثنان هذه مشتقة هذه الدالة فقط أبنائي نأتي بعدها إلى المثال الأخير لهو قال فلتي تصبح لنا طنجة مكعب إلا أن هنا يعني في مكان الإكس وضع ت مجرد متغير ممكن أن يضع ت لاحظوا جيدا فتصبح لنا هكذا ف فتح لتي تصبح أولا نأتي إلى تلك الطنجنت المعروف أنه طنجنت ت يعني المتغير هنا وضعه ت هو سينيس ت على كوس ت هذا هو المعروف إذن الطنجنت هو السينيس على كوس مع كوس لا يسوي به لهذا كان المجال لأن لو نضع كوس 90 يسوي لنا صفر ولا يوجد صفر في المقام حتى نفهم الفكرة جيدة الآن تعالوا هذه الكتابة ماذا تصبح تصبح لنا هكذا ركزوا الركم يعني تصبح لنا سينيس 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 ت لأن هنا نتعمل مع ت سينيس وانتبهوا أولا لو جئنا إلى الكتابة نأخذ هذه الكتابة لاحظوا قد نزعت سأتي بهذه الكتابة مباشرة لم أشتق بات كانت هنا عندنا شرطة لا نقول فليتي يعني هذه الكتابة تصبح لكم هكذا إنها قوة ثلاثة نعم لأن الطنجنت هو هذا لو نضع هنا قوة ثلاثة هنا كذلك نضع قوة ثلاثة لم أحدث شيء نأتي الآن إلى المشتق نصبح لنا أف فتحة لتي تساوي نحن عندنا هذه القاعدة قلنا أف قوة آن ما هو مشتقها تحدثنا عليها المثال لقبله قلنا آن في أف فتحة في أف قوة آن ناقص واحد هذا هو القانون الذي تحدثنا عليه الآن معناه أولا أنه هذا ينزل نصبح لنا ثلاثة في مشتق هذه التي بالداخل هذه التي بالداخل هنا دالة لاحظوا كسرية يعني ها هي على شكل كسر مشتق البسط قلنا نحن إ على V مشتق هو مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذا هو القاعدة العامة إذن مشتق البسط ما هو مشتق السينيس ها هو هو الكوسينيس إذن نصبح لنا كوس تي مشتق البسط في المقام المقام اللي هو كوس تي ناقص مشتق المقام ما هو مشتق الكوس ها هو الكوس لما نشتق ه ماذا يعطينا ناقص ناقص هذا هذا الناقص للقانون ها هو ناقص القانون ليس لأنه دخل يعني في مشتق المقام اللي هو ناقص كوس تي ناقص مشتق المقام في البسط اللي هو كوس ماذا كوس تي هل هذا هو لا اسمعوا يا أبناء إذن مشتق المقام مشتق الكوس هو ناقص سينيس إذن هنا نضع ماذا نضع ناقص سينيس إحذروا ناقص سينيس تي إذن مشتق المقام في البسط في كو في سينيس في سينيس تي على المقام مربع اللي هو كوس مربع أو نقول كوس تي هكذا الكل مربع لم ننهي المشتقة بعد إحداث كيف إذن أعيد مشتق البسطي اللي هو مشتق السينيس هو الكوسينيس في المقام اللي هو كوس تي ناقص مشتق المقام مشتق الكوس هو ناقص سينيس في البسطي ها هو البسطي لكن قلنا في الدالة بعدما كانت قوة ثلاثة ننقص لها درجة كم تصبح تصبح لنا قوة إثنان وانتبهوا نقطة نقطة في سينيس ماذا سينيس تي على كوس تي بعدما كانت قوة ثلاثة تصبح لنا قوة إثنان ثم بعدها أبنائي لماذا يحدث؟ نكمل العمل تصبح لنا هكذا F فتها لتي تساوي الكوس في الكوس ماذا يعطي لنا؟ يعطينا كوس مربع تي وعندنا الناقص في الناقص ماذا يعطينا؟ يعطينا زائد سينيس مربع تي لكن هذه معروفة في رياضية الكوس مربع زائد سينيس مربع معروف لا جدل فيه إنها تساوينا واحد معنى هذا الجزء كليا ها هي قيمته انظروا كم؟ إنها واحد لأن الكوس مربع زائد سينيس مربع يعطينا ماذا؟ يعطينا واحد نصبح لنا ثلاثة في واحد على كوس مربع تي لأننا قلنا الكوس تي الكل مربع هي كوس مربع تي في السينيس ماذا؟ بعدما عندنا السينيس انظروا سينيس تي على كوس تي سينيس تي على كوس تي ما هي؟ هي طانجنت معنى تعود لنا في طانجنت مربع تي لماذا أبنائي؟ لأن هذه طانجنت كم مربع؟ طانجنت مربع هي طانجنت مربع تي ثم تصبح لنا هكذا البسط في البسط والمقام وهو واحد تصبح لنا ثلاثة على كوس مربع تي في طانجنت مربع أفوا في طانجنت مربع ماذا؟ مربع تي هذه هي مشتقة ماذا؟ طانجنت مكعب تي إذن مشتقة هي ثلاثة في كو على كوس مربع تي في طانجنت مربع تي إنها صفحة الأستاذ نوردي ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته